اشتركوا في القناة ثم نقوم بعمل الموزون الضواري بالحجم الكبير والذي سنطوي على اثنين بهذه الطريقة وان شاء الله سنبدأ بالخدمة ثلاثة دوائر حسب الحجم الذي يريد سنتيم او سنتيم ونص او حتى ثلاثة سنتيم دي القطر دي الدائرة وغادي تبدأ تخدمي بهذه الطريقة غادي تاخذ الموزون اللي متغيها وغادي تخدميها تبعي على الدائرة ما تخرجيش على الاطار الدائري باش تجيك لفورم دي الوريدة مقاددة بحال الولا بحال التانية بحال التالية وانتي غادي وكا تنزلي على طول القفتان ديالك فممكن هاد الخدمة تخدميها على بلاسة السفيفة والعقيدة يعني تديري وردها تحت وردها تحت وردها تحت وردها حتى تنزلي تحت وغادي تديريها على اطار دي العنق كذلك وغادي تجيك وغادي تجيك وغادي تجيك في اسطر ديال الدائرة باش تجيك يعني كل الموزنة تقريبا لنفس الحجم يعني ما تكونش مكوش تفاوت باين بزاف وغادي تجيك فبحال وبالفكرة اللي غادي تخدميها عليها يعني اللقيقة اللي غادي تزيدين تي لانا كاللاحظ ان الوريضات اللي موجودين يعني ممتقونيش مية في المية منذ اللي كيتبعوا ويتبعوا بتعمل شوية غالي والمواد اللي مخدومين فيها يعني مترجلين اذا اللهم الخدمة ديالي كنتيها ممكن تخدمها على الشبكة اذا بغطيت تقطع الوريضات يعني يكونوا منفاردين اذا بديهم تخدمهم على التوب عادي بحاكدة التوب كريب يعني تبقى يقدم على هكذا يعني تبقى ترسمي السطر هو اللي والمبعد تكدر دوائر يعني في نفس السطر باش يجيك يجوك الوريضات مقادين و هما نازلين كيف ما لاحظو خدمت الوردة الاولى و من بعد غاضي نخدم الوردة التانية و كذلك الوردة التالتة بنافس طريقة و نهادية ممكن تخدمي و حيث تكمليها و تدوزيل التانية او لا ممكن تخدميها كده يعني بنفس الموزون تتنزل تل تحت و من بعد ترجعي لمرحلة التانية من بعد تخدمين نحن نحن نجح مرحلة الثانية التي هي نجح الموزون من الجميع البرتقالي الذي سنزل بنفس طريقة نزل بمم ونعمر إبراع في هذا الطق بدين المزونة الأولى ونبقيها نعمر الورضة نعمر 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 ونحن نعمر الوقت الفراغ يجب تحمي وحسب وقم بجمع تحرك وحسب وحسب تخليهم جانباً. إن فتات شريدتوب يعني في شي عيد ولا في شي مناسبة كتلقي الغريضات أو كتلقي حاجة اللي غادي تزيني بها أو مهم أشكال الهندسية وأي حاجة اللي صوبتها من قبل كتلقيها موجودة فطيبقى لك واحد حاجة أنك كتلصقي ومبعد كتبتي بالخيط. يعني كتجيك يعني كتعطي مراحل كثيرة باش تخدمي هاداك القفتان. غالباً أنا هكدا كندير يعني كيما قلت لكم كان شري سلعة وتنخدم كل مرة كان نخدم شوية كل مرة كان نخدم مثلا خمسة الوريضات كلها مهار خمسة الوريضات وكان نجمع كيما قلت لكم كان نجمع يعني مجموعة من الورود كي يكون لدي يعني عدد كبير يقدر ندير بهم حتى جوج قفتنات أو لا قندورة قفتان قندورة المهم حسب الماضي اللي بغيتي ولا حتى تكشيطة يعني كتكون عندك سلعة أو الخدمة اللي خدمتي كاينة موجودة وكتديرها يعني بجوج ألوان يعني بجوج ألوان يعني تخدمها مثلا بالدوري ولا الفضي هاد الألوان ليكون يعني كيجو مع جميع ألوان دي الأتواب أو لا جميع الألوان الموضيلة اللي بغيتي يعني يعني يحب هذا لو درتي لون دوري مع الفضي ولا الفضي مع الدوري يعني تأكسيهم يعني كتلقي هديك كما قلت لكم هديك سلاقة تخدمي بها من بعد القفتان ديارك كتربحي الوقت وكتربحي يعني ما كتعيش يعني لك المناسبة كتكوني حتى التعب ما تيكونش كتير يعني كما كتعرفو يعني الخدمة في الأعيات كتكون يعني مرحقة بزاف وكيكون الوقت ضيق يعني كتحسب كما كتكون تعب شديد الضهمة تخدمين بهذه الفكرة أو لا تأخذ بها بعين الاعتبار يعني فيها خير فيها خير لك كيف ما كتلاحظو الوريدة هي هدي يعني درت دورة أخرى في الداخل باللون البرتقالي كذلك وزينتها بدل العقيقة لبللون دي العقيقة للضوري اللي بديت بها في الأول باش تأتي من يضر جميل كيف ما كتشوفو صراحة في الواقع جميلة جدا جدا مهم الوريدة هم عدون إن شاء الله سأدي لكم فيديو أخر بألوان أخرى فقط انتظروني وشكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء إلى فيديو جديد إن شاء الله اشتركوا في القناة